مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع يوم لحد أن الطاكسيكون غير مستقر وبالتالي هناك أمطار رعدية خاصة في المناطق البوادي خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وأيضا تمتد أحيانا إلى بعض المناطق الوسطى والشمالية من المملكة لكن بشكل عام درجات الحرارة معتدلة أو الأجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة مشاهدين فاصل وعنواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي توضح أماكن الهطول نلاحظ أن هناك هطول يوم لحد في المنطقة الوسطى والشرقية وبعض المناطق الجنوبية هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي زخات رعدية متفرقة من مطر في أماكن مختلفة لكن التركيز سيكون في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة بإذن الله الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة لكنها تميل إلى البرودة في ساعات الصباح الباكر الصغر المتوقعة 17 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الأحد حالة من عدم الاستقرار الجوي أجواء معتدلة من حي الدرجات الحرارة تسقط زخات رعدية من مطر خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية تمتد أحيانا بعض المناطق الوسطى والشمالية العظمى المتوقعة بحدود 26-27 والصغرى بحدود 16 درجة مئوية الأثنين أجواء مشمسة معتدلة في النهار لطيفة في الليل تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى المتوقعة يوم الاثنين 26-27 والصغرى 14 درجة مئوية يوم الثلاثة انخفاض على درجات الحرارة بتكون تقريبا قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت للسنة العظمى المتوقعة 24 أجواء لطيفة بشكل عام لكنها تميل إلى البرودة بالليل بالليل أجواء تميل إلى البرودة والصغرى المتوقعة 13 درجة مئوية بينما العظمى هي 24 درجة مئوية الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ من المناطق الشمالية إربت 29-15 عجلون 28-16 جرش 30-16 والمفرق 29-14 مع سقوط زخات رعادية من المطر أحيانا والمنطقة الوسطى أيضا برقى 27-16 مأدبة 26-17 عمان 26-27-16 البحر الميت 33-24 الزرقى غائم جزئي مع سقوط زخات رعادية من المطر أحيانا 30-16 درجة مئوية المنطقة الجنوبية أجواء غائمة جزئيا زخات رعادية من المطر تكون أحيانا غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول الكرك 27-19 الطفيل 26-16 الشراء 24-14 إمعان 27-17 العقبة 34-23 درجة مئوية المنطقة الشرقية أيضا أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا سقوط زخات رعادية من المطر أحيانا أحيانا تكون غزيرة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول الأزرق 30-16 الصفاوي 29-16 ورويش 29 إلى 15 درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة